بمنشآت رياضية راقية تواصل وهران حصد إعجاب أعضاء اللجنة الدولية لألعاب البحر الابيض المتوسط هذه المرة الإشادة جاءت من رئيس اللجنة دافت تيزانو الذي أبدأ إعجابه بسيرورة الاستعدادات في أول زيارة قادته إلى وهران إمتباعنا إيجابي بعد هذه الزيارة حيث وقفنا على المجهودات الكبيرة التي بدلتها السلطات الجزائرية تحضيرا لهذا الموعد لقد أعجبنا كثيرا بالملعب الأولمبي الذي يعد منشآة رياضية رائعة وكذلك القرية المتوسطية التي تضم كافة وسائل الراحة عملية تجهيز المرافق الرياضية ترافقها تحضيرات أخرى تمس مختلف الجوانب التنظيمية ما زالنا أمام محطة أخرى ومحطة أخرى تهم كذلك المشآة الرياضية الأخرين اللي رأواهم في ترميم وكذلك كل ما يتعلق بالتنظيم للألعاب والتحضير للمشاركة بتسجيل الرياضيين وكل ما يتعلق بالتكنولوجيا لتسمع هذا الشيء إذن نحن مرتاحين حاليا لكن دائما أمام محطات الجديدة كل هذا يجعلنا في وضعية مريحة ويجعلنا كذلك نعمل أكثر من أجل أن تكون ألعاب وهران إن شاء الله من أنجح الألعاب التي تم تنظيمها على مستوى المدن المتوسطية وستشهد وهران زيارة أخرى لوفد لجنة التنفيذ للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط ابتداء من التاسع مارس المقبل ترجمة نانسي قنقر